أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم جولة مرورية صباحية نتعرف منها على الشوارع الزحمة ونشوف كمان الشوارع والمحاور البديلة نشوف الشوارع اللي تم غلقها سواء غلق جزئي أو غلق كله طبعا بمعرفة الإدارة العامة للمرور بسبب أعمال الصيانة ونشوف كمان المحاور الجديدة والطرق المستحدثة اللي نقدر نسلكها عشان نوصل أشغالنا بمنتهى السهولة نبدأ مع حضراتكم النهاردة جولتنا من القاهرة من كوبري 15 مايو واللي فيه سيولة مرورية نسبية أما الكورنيشف فيه بعض الكسفات المرورية للمتجه إلى ميدان التحرير وكمان فيه بعض الكسفات بالنسبة ليه المتجه لحد المعادي وحلوان أما مطلع المؤطم فللمتجه إلى محور صلاح سالم فهو مغلق وده الحد منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير كمان اللي بتتم ليه الطريق الصعد لمناطق المؤطم بدءا من محور صلاح سالم والأدستراد وصولا إلى ميدان الفاروق زهابا وقيابا وده المدة تنتهي منتصف أغسطس القادم هنروح مع حضراتكم فيه اتجاه كوبري أكتوبر لمنطقتين إسعاف ورمسيس واللي فيها بعض الكسفات المرورية على طول كوبري أكتوبر لحد نزلت غمرة والعباسية أما بالنسبة ليه المتجه فيه شارع بورسعيد إلى الشرابية وحداء الأوبة والحد كوبري السواح والأميرية والعكس ففيه كسفات عند كوبري الزاوية الحمرة ومنطقة الويل أما بالنسبة للناس اللي على طريق الدائري فياخدوا بلهم كويس قوي أنه فيه غلق جزء وده بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري للجاي من المرج باتجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري باتجاه شارع السادات لحد مطلع الطريق الدائري من طريق جالاكسو وده طبعا هيستمر لمدة شهر لكن إلي مكمل الطريق الدائري ففيه بعض الكسافات عند نزلة اليوب ونزلة المحور هنكمل جولتنا مع حضراتكم فيه شوارع الجيزة واللي فيها بعض الكسافات المرورية البسيطة اللي بتزيد تدريجياً مع الوصول لساعات الزروة الصباحية بنفكركم طبعاً إنه فيه تحويلات مرورية وده لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة عشان يربط محور الفريق كامل عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان وده بيستلزم غلق كل لشارع السودان بالاتجاه اللي جاي من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كوبري سرود كمان في استمرار الغلق الكل لما أطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب اللي جاي من محور اللبيني والمؤدي أعلى طريق المنصورية والطريق السياحي لحد صباح يوم الخميس الموافق 23 من هذا الشهر الشهر الجاري وده في إطار تنفيذ أعمال التوسعة للطريق الدائري في منطقة المحصورة ما بين طريق الاتستراد والحد طريق المنصورية ده ضمن المشروعات القومية للطرق واللي بتشرف على تنفيذها وزارة النقل هنكمل مع حضراتكو جولتنا المرورية من محور 26 يوليو اللي فيه بعض الكسافات المرورية في الطريق المتجه إلى ميدان لبنان وبتقلها هزي الكسافات لحد نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو وفيه أيضا تحويلات مرورية بسبب إنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد وده بيستلزم غلق كل لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديدا فيه الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي وتم إجراء التحويلات المرورية في حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الدائري أما بالنسبة لمحور صفت فبيشهد كسافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة لكن لو رحنا اتجاه شارع الهرم بتظهر بعض الكسافات البسيطة في منطقة مشعل ومن شارع العشرين لحد منطقة الطالبية وكسافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة وشارع فيصل في منطقة الطوابق لحد العشرين كمان بتظهر كسافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية هنكمل مع حضراتكم ولكن هنروح لمحافظة الإسماعلي اللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي ففي سيولة مرورية كبيرة كمان بتستمر من أول القاهرة لحد مدخل المدينة المتجه من خلال الطريق الزراعي طريق ترعة الإسماعليا الطريق كويس لكن بتكون في بعض الكسافات في مدخل عدد من المدن على طول الطريق أما بالنسبة لي شوارع مدينة الإسماعليا فهنلاقي في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعليا أما طريق أصمان أحمد أصمان واللي بيوصل بين الجامعة أو بيوصل ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم ففيه سيولة مرورية معادة طبعا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق أما المتجه إلى بور سعيد فيه سيولة مرورية فيه طريق الإسماعيلية بور سعيد لسا مكملين مع حضراتكم جولتنا المرورية ومن منطقة القناة إلى جنوب السعيد هنكمل مع حضراتكم في محافظة سهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بعدد من الطرق الرئيسية في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه أيضا كثافة نسبية وفيه كثافات نسبية عن طريق مستشفى أو عن طريق مستشفى جامعة سهاج كمان فيه كثافات مرورية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحيرين أما طريق المنشأة وطريق أخميم جرجة فبيشهد بعض السيولة المرورية في الاتجاهين القادم إلى مدينة سهاج وكمان العكس أخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية كده تابعنا مع حضراتكم جولة سريعة في أخبار الطرق جولة مرورية صباحية عشان الناس تعرفوا ينزل أشغالها بالنسبة لي الطرق اللي فيها سيولة مرورية والطرق اللي فيها كثافة مرورية عشان نبتعد عنها ونتجنبها دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على متوسط أسعار صرف العملات الرسمية وهنبدأ من الدولار الأمريكي اللي سعر الشراء فيه 18 جنيه 59 إرش أما بالنسبة للبيع فيه 18 جنيه 67 إرش اليورو سعر الشراء فيه 19 جنيه 95 إرش أما بالنسبة للبيع فيه 20 جنيه وأربع أرش الجنيه الاسترليني سعر الشراء 23 جنيه 35 إرش أما بالنسبة للبيع فيه 23 جنيه 46 إرش الفرانك السويسري بالنسبة للشراء 19 جنيه 32 إرش أما بالنسبة للبيع فيه 19 جنيه 41 إرش اليوروان الصيني الشراء 2 جنيه 79 إرش أما بالنسبة للبيع فيه 2 جنيه 81 إرش ريال السعودي الشراء 4 جنيه 95 إرش بالنسبة للبيع 4 جنيه 97 إرش الدونار الكويتي بالنسبة له الشراء 60 جنيه 71 إرش أما بالنسبة للبيع فيه 61 جنيه و 6 قرش الدرهم الإماراتي بالنسبة ليه الشراء 5 جنيه و 6 قروش أما بالنسبة للبيع فـ 5 جنيه و 8 قروش بالنسبة ليه متوسط أسعار الدهب هنبدأ به الدهب عيار 18 واللي يسجل 866 جنيه للجرام عيار 21 سجل 1010 بالنسبة للجرام أما عيار 24 فسعر السوق 1154 بالنسبة للجنيه الدهب فوصل سعره لـ 8096 جنيه دلوقتي هنتعرف مع حضراتكو على جولة سريعة كده في أحوال الطقس عشان نعرف الجو هيكون عاملة زي النهاردة النهاردة هيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وهيكون في شبورة مائية صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 35 أعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 41 أما أقل درجة حرارة فهتكون فيه مطروح 29 هنتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل ولكن بعد قليل لكن بشكل عام درجات الحرارة مرتفعة النهاردة في ريط الناس تخلي بقى